اهلا بكم في هنا البحرين تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حفظه الله ورعاه بتهيئة البيئة التعليمية الجامعية المناسبة للطلب المكفولين في المؤسسة ممن لا تساعدهم ظروفهم المعيشية على استكمال دراستهم الجامعية وبناء على التشجيع والدعم المستمرين من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلب المكفولين في المؤسسة لمواصلة تعليمهم الجامعي واستثمار الفرص للمساهمة في نهضة الوطن فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحرص أشد الحرص على ترجمة هذه التوجهات إلى برامج تعليمية متميزة لأبنائها الطلب المكفولين من خلال برنامج البعثات الجامعية وأستقل المهارات التعليمية من خلال إنحاقهم بالورشة التدريبية المتعددة برعاية كريمة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أقامت شركة خدمات مطار البحرين باس حفلها السنوي لمنح جوائز الخدمة الطويلة حيث تم تكريم 139 موظفا ممن أتم عشر سنوات وأكثر في الخدمة في الشركة لمزيد من التفاصيل في التقريب التالي نظمت شركة خدمات مطار البحرين باس حفلها السنوي لمنح جوائز الخدمة الطويلة حيث تم تكريم 139 موظفا ممن أتم خدمة عشر وخمسة عشر وعشرين وثلاثين عاما من الخدمة في الشركة ويأتي هذا الحدث السنوي للاحتفاء بالموظفين نظيرة فانيهم المستمر وإسهاماتهم المثمرة في نجاح الشركة الشكر أولا لمجلس إدارة الشركة والشركة على منهجية الاحتفاظ إتاحة فرص الاستقرار الوظيفي والتطور الوظيفي لمجموعات بحرينية كفؤة التحقت بالشركة اليوم يحتفلون بمن وصل إلى ثلاثين سنة أو خمسة وعشرين سنة أو عشرين سنة من الخدمة المستمرة والتطور الوظيفي التحدي لا ينحصر فيه فقط في إيجاد فرص العمل أو التوظيف الجديد وإنما أيضا في مجال التطور الوظيفي والاستقرار الوظيفي وتبوء العديد من المناصب القيادية في الشركات الوطنية الحقيقة شركة خدمات مطار البحرين هي واحدة من الشركات الرائدة التي سجلت 81% نسبة بحرنا وليس وظائف اعتيادية وإنما وظائف نوعية لا يفتخر فيها كل بحريني وقد أقيم الحفل برعاية كريمة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كما وشهد الحفل حضور كل من السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة باس وذلك إلى جانب أعضاء من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والفريق الإداري والله في البداية يعني أحبت أشكر إدارة الشركة وعلى رسم مجلس إدارة الشركة في البادرة الطيبة هذه بتكريم قدام الموظفين بشكل خاص يعني واقل الموظفين يعني اللامضة فترة من حياتهم في الشركة طبعا في الفترة الأخيرة في تطور قنو وايد ممتاز حق الإدارة المطار بشكل عام كلها مع وجود المطار اليدين وإن شاء الله نتمنى أن يكون بدرة خير حق البلد مستنسة لأنه بس تعتبر جزء مني وعشر سنين ما شاء الله عمروا إياها الحمد لله فالله بشكرة بتغديرهم ومتنونهم لنا مشكورين جدا على هاي يعني اليوم اللي صار لنا هاي اليوم وإحنا فخورين إنه هنا وصلنا لها المرحلة وإياهم تجزيل الشكر لهم طبعا منها تكريمنا أشكر سيدة محمد خليل وسيدة هنو عبدالواحد والإدارة التنفيذية للشركة ومشكورين مقصروا على تكريم الجماعة اللي خد لهم سنين في الشركة هذا وتستمر شركة خدمات مطار البحرين باس بتعزيز وتحسين معايير الجودة والصحة والسلامة والأمن عبر جميع عملياتها وأعمالها المؤسسية وذلك لضمان توفير بيئة عمل صحية ومحفزة تساهم بتحقيق التوازن بين الجنسين وتشجيعهم على المضي قدما في رحلة النمو والعطاء انطلق تعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة الممارسات والتحديات والحلول وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وبمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان التفاصيل أكثر في التقريب التالي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي يأتي في ظل ما تشهد مملكة البحرين من تقدم بارز في هذا المجال الذي شهده العالم منذ بزوغ الثورة الصناعية والتكنولوجية الهائلة من تعصف في استخدام الموارد الطبيعية للأرض وزيادة كبيرة في استخدام الوقود الإحفوري والعمليات الصناعية والكيميائية المعادية للبيئة وحقيقة هذا المؤتمر الهام والذي تعقده المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين إنما يستعرض عدد من الأوراق العلمية والبحثية المتنوعة لمناقشة الأفكار المختلفة في كيفية تحقيق هذه البيئة المستدامة والتعرف أكثر على الدور البشري ومركزية الإنسان باعتبار أنه ثمة هناك حقوق لكل إنسان مشارك في هذه المسائل أدت الزيادة الكبيرة في الإنبعاثات الضرة والتلوث البيئي بالإضافة إلى تأثر الهيكل الاجتماعي إلى تحرك اليد العاملة من الأرياف إلى المدن بحثا عن فرص العمل مما أدى إلى ظهور حاجة الإنسان الملحة إلى توسعة المناطق السكنية والعمرانية وحقيقة هذا الأمر يمكن إحنا لاحظنا التواجد الكبير لممثلي وزارة أو مجلس الشورى اللي أعتقد من المهم جدا يعني كقانونيين أنا أبحث فيها نحن ننظر في التشريعات الوطنية لمواءمتها حتى نستطيع أن نصل في النهاية إلى حماية هذا الحق وهو الحق في بيئة آمنة وصحية مملكة البحرين لم تتدخر جهدا في مجال تعزيز وحماية الموارد الطبيعية وذلك لضمان استدامة عملية التنمية هذا ما أكد عليه دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية ذات الصلة التي تم تطويرها لتوفير حماية أكبر للبيئة والحياة الفطرية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتفة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيد علي أهلا ومرحبا بك معنا في برنامجهنا البحرين مملكة البحرين قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان ولكن هذا المؤتمر متكيد له أهمية كبرى حدثنا ما هو الهدف من وراء تنظيم هذا المؤتمر أولا مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الهدف هو تقريب أولا وجهات النظر وإجراء حوار تكاملي بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المسؤولة عن تنفيذ تطبيق متابعة ورصد تشريعات والسياسات والخطط والقضايا البيئية ثانيا عندنا أيضا بيان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها يعني طبعا أنه آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأيضا تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة إلى كل المواطنين والمقيمين في البلد أيضا رفع الوعي بالتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان تشجيع النشاط القائم على حقوق الإنسان لمنزل آثار البيئية السلبية طبعا الحصول أيضا على التجارب والمؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على حقوق البيئة التطرق أيضا إلى الممارسات الحالية والتحديات التي نواجهها طبعا اقتراح الحلول والخروج التوصيات وهذا اللي صار جميل جدا سيد علي طبعا بتأكيد مؤتمر دولي شاركت فيه جهات عديدة ودول عديدة أيضا حبل ذلك تحدثنا عن الدول والجهات التي شاركت في هذا المؤتمر الحمد لله المشاركة كانت كبيرة جدا يعني في حدود 350 أو أكثر مشارك منهم متحدثين من عدد من الوزارات والأجهزة الرسمية في المملكة وأيضا عدد من ممثلين منظمات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية الحقوق الإنسان وبعض ممثلين المؤسسات الوطنية الحقوق الإنسان كذلك كان فيه ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية والمرصد العربي الحقوق الإنسان إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المتالي والمدافعون عن حقوق الإنسان وعن حقوق البيئة سيد علي طبعا لكل مؤتمر هناك توصيات ختامية ما هي أهم التوصيات الختامية لهذا المؤتمر؟ المؤتمر خلاص إلى تقريبا 24 توصية في عدد يعني أنا ما بقدر أقول كل التوصيات ولكن كان في مجال التشريعات والنظم والقوانين وفي مجال التخطيط والعمل التراتيجي وفي مجال المراقبة والحماية وفي مجال التثقيف والتوعية وفي مجال عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام في العالم وفي مجال المؤسسات المجتمع المدني والمدافع لحقوق الإنسان وأيضا في مجال التكنولوجيا ومدى استخدام التكنولوجيا لحماية حقوق الإنسان المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك شكرا لكم أقيم حفل تكريم منظمي مدينة شباب 2030 بنسختها الثانية عشر بمركز البحري للمعارض بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعادة السيدة مهام فيز الرئيس التنفيذي لصندوق عمل تمكين مزيدا من التفاصيل في التقليل التالي تتيح مدينة شباب 2030 فرصة رائعة للشباب في مجال التطوع في مختلف مراكزها وليجانها وختاما للجهود المبذولة والعطاء المثمر أقيم الحفل تكريم منظمي مدينة شباب 2030 بنسختها الثانية عشر يوم الجمعة الماضي في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعادة السيدة مهام فيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين طبعا اليوم يمكن المشاعر تلخبط شوي بين حزن أننا خلصت المدينة وبين فرح أن نحن نشوف السواعد الموجودة والجنود اللي كانوا خلف الكواليس لأنجاح مدينة شباب 2030 موجودين ويتم تكريمهم في هذا اليوم فإن شاء الله نشوفهم على خير السنوات اليوم وإن شاء الله كل سنة وورا سنة المدينة تكون أفضل وأفضل بإذن الله اجتمل برنامج الحفل على تكريم المنظمين وعرض لبعض الفيديوهات وعرض فني وفقرة للمسابقات بالإضافة إلى أخذ صور تذكارية طبعا إحنا حزينين أن مدينة الشباب انتهت لهذا العام ومتحمسين إن شاء الله نقدر نشغل عليها حق السنوات القادمة واليوم إحنا قاعدين نحتفل بمنظمين مدينة الشباب طبعا هالمدينة جزء كبير منها كلها تطوع فهم حاملين العمل أهم اللي شايلين هالفعالية أو البرنامج الضخم اللي عندنا سنويا أهم اللي قاعد يشيلونا عندنا عدد كبير من المتطوعين فوق المائتين شاب معاننا اليوم قاعد يطوع في تخصصات مختلفة في مجالات مختلفة عشان هالمدينة تستمر وتتيح مدينة شباب عشرين ثلاثين فرصة رائعة للشباب في مجال التطوع في مختلف مراكزها ولجانها شباب واع ووطن آمن من المخدرات هو عنوان الحملة التوعوية التي أقامتها جمعية بصمة خير للأعمال الإنسانية بمشاركة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمركز المحرق الشبابي النموذجي تفاصيل أكثر في التقرير التالي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة آفة المخدرات شاركت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في الحملة التوعوية التي نظمتها جمعية بصمة خير حيث تولي وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً باستدامة الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة مما يسهم في حماية الأفراد والمجتمع من تلك الآفة وزارة الداخلية تسويها من سنين نحن سنكمل المشوار في هذه الحاملة بإذن الله وتضمنت مشاركة الإدارة إقامة محاضرة ومعرض توعوي قدمتها شعبة الإعلام الجنائي حيث اجتملت على محاور توعوية أهمها جهود الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات وكذلك برنامج استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة وكذلك أهمية الإبلاغ عن طريق الخط الساخن لمكافحة المخدرات وهو 996 مع ضمانة سرية تامة للمعلومات بالتعاون ودعم الوزارة الداخلية طبعا حابة وجه لهم الشكر الجزيل كما وجه شكر للجهات المشاركة من جمعيات ومن مراكز مختصة في هذه المجال أنا جدا سعيد وفخور بمشاركتي لو بجزء بسيط من آلية العمل الاجتماعي في البحرين اللي يربط بين حكومة وشعب لصالح مجتمع واعي مجتمع آمن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمباحث مستمرة في تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات من خلال احتضان العديد من المبادرات الأمنية والتوعوية لمجتمع خالي من المخدرة عقد وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين اجتماعا تنسيقيا للوقوف على مستجدات تحضيرات مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بعلوان دور الشباب في تسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار والذي سوف يعقد في فيتنام خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من سبتمبر الجاري حيث يرأس الوفد سعادة الدكتور بسام إسماعيل بن محمد عضو مجلس الشورى بعضوية سعادة النائب حسن إبراهيم حسن وبحث الاجتماع التنسيقي المحاولة الرئيسية للمؤتمر والتي تهدف إلى إيطاحة الفرصة للبرلمانيين الشباب في جميع أنحاء العالم لمناقشة التدابير البرلمانية لتعزيز دور الشباب في دعم وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار وكذلك من خلال القيم الثقافية والإنسانية شاركت وزارة الصحة في الاجتماع الإقليمي الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في عمان بالأردن بعنوان التحالف من أجل التحول العمل بشأن تغيير المناخ والصحة تتبع التقدم وتحديد التحديات والفرص وتم خلال الاجتماع استعرض التقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ التزاماتها التي تم التعاهد بها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ وقد قدمت الأستاذ رجاء السلوم رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة عرضا تضمن التزام المملكة البحرين بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف في السادس والعشرين وتقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ هذه الالتزامات وربطها باستراتيجيات تحسين الصحة ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم المنظمة للبلدان التي قدمت التزاماتها إلى البرنامج الصحي لمؤتمر الأطراف في السادس والعشرين الذي سيمكنها بفعالية من البدء في تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطوات المتعددة للالتزامات والحصول على الدعم الفني والتغذية الراجعة والاستفادة من الخبرات إلى هنا مشاهدين وصلنا لختام حلقة برنامج هنا البحرين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر